قبل ما نروح معك للكلام عن المنتخب حابة أقول لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين في باين صادر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الهيئات الرياضية بشأن انتخابات نادي الزمالك عن عادة لجنة قضائية العليا المشرفة على الانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا الفترة اللي جاية وإدارة الهيئات الرياضية برئاسة مستشار عبد العطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستقنافة القاهرة الأسبق في دوقت التفويد الصادر له من اللجنة الأولمبية المصرية عن جهزية كافة لساداتها الخاصة بإجراءات انتخابات نادي الزمالك المقرر عقدها يوم الجمعة مقبل الموافق 11 فبراير 2020 وتوضح اللجنة أنه تم الاستقرار على إدارة العملية الانتخابية بنادي الزمالك تحت المظلة الإشرافة القضائية الكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات وصوب التأمين للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية من خلال كافة الجهات الأمنية الرسمية المعنية وإضافة إلى الإشراف الإداري من خلال الجهات الإدارية المختصة ممثلة في مدرية الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة وتؤكد اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا أثناء تواجد الناخبين لإدلاء بأصواتهم وذلك حفاظا على سلامة جميع الأطراف المعنية وترقب اللجنة عن قرب حرص التزام كافة الأطراف من مرشحين والناخبين وجهات معنية بالإشراف على سير الإجراءات وذلك في ضوء الرغبة الأكيدة لدى اللجنة العليا لضمان إجراء الانتخابات في أجواء هادئة بما يتناسب مع حجم وتاريخ وعراقة نادي الزمالك وجماعياته العمية وكذلك ضمان كافة جوانب النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة الانتخابية بين مرشحين بما يضمن ويصون حقوق أعضاء نادي الزمالك نادي العريق في اختيار من يمثله خلال السنوات الأربعة المقبلة بيان محترم جدا وإن شاء الله اليوم يعدي بشكل جاي جدا على نادي زمالك وجماعياته ترجمة نانسي قنقر